التقى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي الفريق أول تيري بوركارد رئيس هيئة الأركان العام للقوات المسلحة الفرنسية والوفدة المرافق له والذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق وعدة أيام تناول اللقاء علاقات التعاون العسكري ما بين بلدين صديقين في العديد من المجالات كذلك تدعيات الأوضاع الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول تيري بوركارد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية والوفدة المرافقة له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام تناول اللقاء علاقات التعاون العسكري بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات كذلك تدعيات الأوضاع الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وكان الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد استقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة ودعم أفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل الجانبين من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين وتوافق الرؤى المشتركة تجاه مختلف القضايا والموضوعات بكافة المجالات العسكرية حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين والسفير الفرنسي والملحق العسكري الفرنسي بالقاهرة